كل التوقعات تشير إلى أن أزمة الانتخابات الأخيرة قد تطول وربما انعقاد جلسات البرلمان المنتخب سيكون بعيدا ما يعني أن كثير من الملفات ستكون معلقة حتى الوصول إلى الانفراج السياسية لقبول نتائج الانتخابات واحدة من هذه الملفات التي يمضي عملها اليوم دون رقابة حقيقية وفق الدستور وعمل المحافظين بغياب رقابة مجالس المحافظات والنواب الذين لم يؤدون اليمين الدستورية بعد والمكلفين من قبل المحكمة الاتحادية لمتابعة عمل المحافظين بعد حل عمل المجالس وتعطيل انتخابهم وعملهم من قبل البرلمان السابق وهي حقيقة دستورية لا يمكن تجاوزها كما وصفتها المحكمة الاتحادية قبل أشهر في حين رئاسة الجمهورية مؤخرا ألقت الكرة بملعب البرلمان المنتخب حديثا لحل هذه الأزمة وهذا الملف خاصة وأنه لا يمكن تعديل القانون الخاص بمجالس المحافظات بعدما عدل في 2019 والذي يعد التعديل الأخير للقانون بمعنى يجب انتظار انتهاء الأزمة الحالية وانعقاد تشكيل الحكومة والتصويت على الموازنة ومن ثم النظر ببعض التشريعات المرحلة من الدورة المنتهية ومن ثم احتمالية تعديل القانون مرة أخرى بالمقابل هناك فريق ما يزال يصف هذه المجالس بالحلقة الزائدة التي تساهم في هدر المال العام وأنه يجب تعديل ما يتعلق بعملها دستوريا لإنهاء نزيف المال والفساد في الدولة العراقية وإلى حتى قبل كم يوم كان هناك إشاعة تشرت على وسائل التواصل أشاعت أن المحكمة الاتحادية ألغت المجالس بقرار جديد وكأنه جسنبض بمعنى أننا سنكون أمام جدل قادم بما يخص المجالس بعد انتهاء أزمة النتائج الحالية